وأما فضل هذه الآية من جهة ثواب قراءتها فقد وردت فيها أخبار متعددة ومن ذلك ما جاء أن في قراءتها دور الصلوات الخمس قبل أن يقوم المصلي من مصلاه أنه يكون سببا لدخول الجنة روى النسائي في السنن الكبرى وصححه بن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ومعنى ذلك لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت ولذلك فإن بعض أهل العلم قال ما تركتها عقيب كل صلاة وقد ورد أيضا أن قراءة هذه الآية دبر الصلوات يكون سببا ليكون القارئ في ذمة الله روى الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دور الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى وقد قوى هذا الحديث ابن القيم بطرقه